لا تريد هاتان الصديقتان الافصح عن اسميهما وهما غير مرتبطتين وتبحثان عن شريك في الانترنت لقد تحدث إلي بشأن السفر ثم بدأنا نتحدث كتابة ثم سائمت من الكتابة لذا تقابلنا سريعا ونشأت بيننا صداقة لدينا الكثير من الاهتمامات المشتركة فهو يحب السفر لذا خططنا مباشرة لرحلة معا الجيد في الأمر أنك تترك الخجل لأنك تعرف أن لديك شريكا ملائما وتعرف أن الآخر مهتم بك وأنت مهتم به لذا لا تمر بتلك اللحظة الصعبة حين ترى شخصا يعجبك ولا تعرف إذا كان يجب أن تتحدث معه أم لا هل لفت نظره؟ هل لديه صديقة؟ أما في الانترنت يرى المرء أن هناك رسالة موجهة له يعلم هذا الشخص أن التواعد بين المثليين عبر الانترنت أصبح ظاهرة جماعية وذلك قبل أن تأخذ طريقها بين الأشخاص المغيرين لأن هذا يسهل العثور على شريك قد يكون من المخجل أن تذهب إلى ناد أو حانة للمثليين فالناس هناك يقسون في الحكم عليك حين ينظرون إلى جسمك أو شعرك أو مظهرك لذا من المريح أن تتعرف إلى الناس عبر الانترنت قبل أن تقابلهم فأنت ترى الصور وتختار ما يحجبك ثم تبدأ بالحديث أعتقد أن الضغط حينها يكون أقل والمنافسة قوية بين أصحاب مواقع تعارف السوق تنتعش من قيام الشبان والشبات بالتعارف عبر مواقع تقدم عروضا غير ملزمة ويفعلون هذا في وقت مبكر جدا مع أنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك لقد أصبحت التقنية أكثر بساطة وأصبحت المواقع مفهومة أكثر لأن الناس بمن فيهم المتقدمون في العمر يستخدمون الحواسيب اللوحية بكثرة ويستخدمون هذه المواقع يدفع المستخدمون مئات اليوروهات من أجل هذه الخدمة وهي اقتراحات لشركاء عبر الانترنت فعليهم دائما دفع الشراك لستة أشهر أكثر تقريبا ثم بعد بضعة أسابيع وعدة مواعيد مخيبة للأمال يلغي الكثيرون الشراكهم غاضبين برأيي هي علاقة لا تدم طويلا فيها الكثير من سوء الفهم وغياب للرومانسية قد تنجح في حالة أو أخرى لكن جمال اللحظة غير موجود وكذلك عليك أن تكون دائما متواجدا على الانترنت للرد وأنا أعرف نفسي لأنني مجغولة بعملي ولدي وقت قليل لأصدقائي والعلاقة تحتاج للعمل على بدائها أعتقد أنها فشلت بالنهاية لهذا السبب لكنه ليس بالأمر السيء سؤال لأصحاب هذه المواقع هل الشخص صعب المصادقة هو الزبون الأفضل؟ الزبائن الذين يجدون شركاء هم مهمون بالطبع بالنسبة إلينا ففي النهاية هذا هو هدف الموقع وحين تقرأ تقييم موقعنا هذا ما يكتبه الزبائن يجب أن يبقى المرء واقعيا خصوصا حينما يكون متقدما في العمر فالعثور على شريك يستغرق وقتا أطول وما هي نسبة النجاح؟ صادفت كل شخصيات تقريبا من المملين جدا لكنهم كانوا قليلين شخصان لا أكثر أما الآخرون فكانوا مؤثرين للاهتمام وكان هناك بعض العلاقات التي استمرت طويلا لكن لم أجد بعد رجل أحلامي لقد أراد القيام برحلة وبالفعل سفرنا معا بعد أن تعرفنا مباشرة تجولنا لمدة أربعة أشهر وتعرفنا على بعضنا البعض بشكل جيد هما معا منذ ثلاث سنوات ولم يندما على تعرف عبر الإنترنت لكن البحث عن شريك عبره يعني أنك غير مرتبط الأمر الذي لا يحبه الكثيرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر